متابعي قناة شاهد فيديو إليكم أسباب حريق محطة كتار الحرامين وكيف اندلع الحريق تابعونا على القناة ولا تنسوا إبداع رأيكم ودعمينا بالضغط على زر لايك واشتراك تابعونا على القناة داخل محطة كتار الحرامين في حي السليمانية في مدينة جدة غرب سعودية وبالتحديد دقى الحريق الشابة في محطة جدة حوالي ساعة اتناشر وخمسة وتلاتين زهرا وللأسف اندلع الحريق في محطة كتار الحرامين وازدادت قوته مع مرور الوقت شارك في إخماد الحريق 16 فرقة إدفاق إخماد الحريق وتم إخراج المسافرين كافة الموجودين والعملين في المحطة وقد شارك أيضا طيران الأمن بإخماد الحريق والاستعانة بنقلات مياه تابعة لقطعات عدة تقع محطة الكتار على طريق الحرامين السريع المؤدي إلى مكة المكرمة فوق مساحة 766 ألف متر مربع وتحتضن 8 مصارات للكتار بقدرة استيعاب 25 ألف مسافر في الساعة الوحدة وكتار الحرامين انطلق أولى رحلاته في ستمبر 2018 الماضي وهو قطار كهربائي عالي السرعة يربط بين منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بثلاث محطاتهم جدة ومطار الملك عبدالله عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومحطة المدينة المنورة بطول 300 كيلو متر مع العلم انه من ركائز خطط التنمية في البلاد ووسيلة حديثة للنقل بتواكب أعداد الحجاج والمعتمرين من الخارج والداخل ولو بطاقة استعابية بتصل إلى 60 مليون راكب سنويا ومن شأنه الاسهام في تخفيف الضغط والازدحام على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة علاوة على انه بيشمل على الراحة والامان والسرعة اللي بيوفرها وللأسف أظهر تسجيل مصور قيام طيران المدني السعودي الأحد بينقاز محتجزين في محاطة كطار الحرامين في مدينة جدة بعد نشوب حريق في سقف المحطة وكظهر في التسجيل اللي بسه وسائل إعلام سعودية على موقع التواصل الاجتماعي تحليق مروحة من نوع الهليكوبتر في سماء المكان وسط دخين وتصاعد جراء الحريق للأسف لغاية الآن أوضحت إمارة مكة المكرمة أن الفرق لا تزال تعمل على إدفاع الحريق موضحة أنه تم تسجيل خمس إصابات حتى الآن من جراء الحادث أدى الحريق إلى إقاف رحلات القطار حين ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إخلاء صلاة المحطة من الموظفين والركاب كما مبيننا أمام حضراتكم الصور اللي في موجودة في الفيديو تم التقطها أثناء نشوب الحريق والآن إليكم أسباب حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمدينة جدة السعودية قال شهود داعيان إنه شاهد مياس قهربائي يندلع على أحد أسطح المباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية وتم انتشاره بشكل سريع بحيث لا يمكن السيطرة عليه أما بالنسبة للجهات الرسمية المختصة بأن هي تقول أسباب حريق محطة القطار لم يصدر منها أي تعليق رسمي إلى غاية الآن في شهود داعيان تانية قالوا إن الحريق بدأ عند صلاة الظهر في الطابق الرابع من المحطة ولزالت الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق وأكد أحد شهود داعيان الذين كانوا متواجدين في المحطة وقت اندلاع الحريق أكد وقال إن هو مؤصف حريق محطة قطار الحرمين كنت أظن إننا تجاوزنا مرحلة اختيار مواد بناء غير قابلة للإشتعال لست من مشجعي إعطاء رمكو مشاريع خارج نطاقة مسئوليتها قال أحد المهندسين المقيمين في الصعودية إنه يجب أن يتعلم الجميع مكان الخلل والكسور ومسببات الحريق وفشل إخماده لتكون دروسا ومستفادة ودعج عدد من المهندسين الصعوديين للمشاركة مع لجان التحقيق حتى بالتطوع وقال إنه عنده استعداد للمشاركة بالمجان موسيقى 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 موسيقى